ينص قانون إدارة اللقاحات في الصين على أنه عند حدوث أزمة عويصة في الصحة العامة فإن ذلك يستوجب استخدام اللقاحات بشكل عاجل في ظل نطاق معين وفترة زمنية معينة والغرض من ذلك هو إنشاء حاجز مناعي أولا بين مجموعات سكانية خاصة مثل الطاقم الطبي والعاملين في مجال الوقاية من الأوبئة وفي هذا السياق أقرت الصين رسميا لاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 في 22 يوليو هذا العام بعد تفشي وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بدأ العديد من البلدان الاستثمار في أبحاث اللقاحات وتطويرها وفي العموم تعرف الصين مستوى متقدم عالميا حيث في الوقت الحالي من بين لقاحات كوفيد-19 المسجلة رسميا لدى منظمة الصحة العالمية للتطوير دخلت ستة لقاحات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ثلاثة منها الصينية علما أن اللقاح المؤلف الصيني ضد كوفيد-19 الذي طوره فريق باحثين بقيادة البروفيسور تشان وي من الأكاديمية الصينية للهندسة يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية ويعرف تقدما ملحوظا إضافة إلى هذا اللقاح هناك اللقاح الذي طورته مجموعة China National Beauty Group التابعة لشركة سينوفارم المملكة للدولة في الصين وهو أيضا دخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية والشركة التي طورته يمكنها إنتاج كميات كبيرة منها وجدل بالذكر أن اللقاح الصيني الأخير الذي طورته مجموعة China National Beauty Group تقوم كل من الإمارات العربية المتحدة والبيرو والمغرب والأرجنتين اعتبارا من يونيو إلى أغسطس الجاري بتجارب سريرية له تم تسجيل مشاركة أكثر من 20 ألف متتوبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لللقاح الصيني المعطل لكوفي 19 وهي علامة فارقة فيما يخص سلامة اللقاح مع أن فعاليته ما زالت تحتاج إلى المراقبة وسرعة تسجيل المشاركين في تجارب أفضل مما كان متوقعا لذا فإن اللقاح قد يشكل بارقة الأمل